تلبية لدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ترى أسامى علي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية وفد مملكة البحرين في أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار والذي أقيم في الرياض بحضور حشد من ممثل صناديق الثروة السيادية والصناديق الاستثمارية الكبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وأسيا ودول مجلس التعاون ضم الوفد كل من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصر في البحرين المركزي وسعادة الشيخ أحمد بن عبدالله الخليفة سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعددا من كبار المسؤولين في وزارتي المالية والصناعة والتجارة والسياحة وشركة ممتلكات البحرين القابضة ومجلس التنمية الاقتصادية واحتياطي الأجيال القادمة ومركز الاتصال الوطني وقد تم خلال المنتدى بحث أهم التوجهات المستقبلية لبيئة الاستثمار والاقتصاد العالمي بوجه عام في المدايين الحالي والبعيد وأسبل تحقيق عائدات استثمارية إيجابية تحقيق عائدات استثمارية إيجابية تحقيق عائدات استثمارية إيجابية اشتركوا في القناة